وقع الانفجاران في الوقت الذي كان الركاب يتأهبون لاركوب الحفلات وسيارات الأجرة للذهاب إلى أعمالهم في وسط أبوجة وأدى الانفجار إلى حدوث حفرة بعمق متر ونصف في أرضية موقف السيارات في نيانيا التي تبعد 16 كيلو مترا عن وسط المدينة ودمر أكثر من 30 سيارة وتسبب في حدوث انفجارات أخرى بعد اشتعال خزانات الوقود في السيارات واحتراقها وقال شهد عيان إنه رأى 40 جثة أخليت من مكان التبجيرين كما قال شهود عيان آخرون إنهم رأوا عمال الإنقاذ والشرطة يجمعون أشلاء الجثة من المكان ونقلت سيارات الإسعاف جثث القتل والمصابين إلى المستشفيات القريبة فيما كان الناس يجرون حول المكان مضطربين وقال مدير عمليات البحث والإنقاذ إن خبراء أمن يشتبهون بأن الانفجار وقع بداخل عربة وكانت جماعة بوكوحرام ضربت أبوجة مرات عدة من قبل من بينها هجوم دموي على مبنى الأمم المتحدة في عام 2011 غير أن الحكومة النيجرية قالت إن العنف الآن أصبح محصورا في منطقة صغيرة في الشمال الشرقي من البلاد حيث قتلت جماعة بوكوحرام هذا العام أكثر من 1500 مدنيا في ثلاث ولايات ولم تقع هجمات قرب أبوجة منذ أن استهدف انتحاريون يقودون سيارة ملغومة مكاتب صحيفة ديس داي في العاصمة وفي مدينة كادونا بشمال البلاد في أبريل نيسان من عام 2012 وقالت قوات الأمن في ذلك الوقت إن الهجوم وقع بسبب تفكيك خلية لبوكوحرام في دولة النيجر المجاورة اشتركوا في القناة